السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابطال القناة وفيديو جديد بمناسبة وصول القناة الحمد لله لمئة الف سبسكرايبرز وصل لنا اسئلة كتيرة جدا على الكميونيتي بتاع القناة فحبيت ان انا جمعهم كده في فيديو يبقى Q&A نعرض السؤال والاجابة وتجربتي الشخصية لو حاجة شخصية وحابب ان انا فكركم في الاول كده لو حد عنده اي استفسار او اي اسئلة يسابها في الكومنتات اللي تحت الفيديو دوت او عايزنا نتكلم عن اي موضوع يخص الطب يخص معلومات طبية يخص كل حاجة جمعية اي حاجة يكتبها في الكومنتات تحت وان شاء الله نعملها قريب عشان ما ضغاش وقت كتير خلينا نبدأ باول سؤال جالنا في الكميونيتي والسؤال ده بيتكرر كتير جدا وهو من حمد نحمود بيقول ياريت تتكلم عن ازاي وامتى الواحد بيتخصص عشان انا مش فهم حاجة وانا لسه في سنة اولى والف مبروك الميت قليل خلينا نقول ان انت بعد ما بتتخرج في النظام الجديد ان شاء الله لان اغلب الدفعات بقت نظام جديد اللي هي الخمس سنين هتاخد سنتين امتياز وبعد كده لو ترتيبك عالي شوية في الجامعة بتاعتك فانت هتاخد نيابة جامعة فبتتخصص بدري شوية يعني مثلا بتاخد ست شهور التكليف وبعد كده بتلاقي نفسك بتتخصص في الجامعة اما لو انت ترتيبك اقل شوية في الكلية فهتاخد نيابة صحة فبتاخد التخصص بتاعك بعد حوالي سنتين من التكليف بس حوالي سنتين ده مش ثابت لان ساعات يبقى فيه حاجة في الصحة اسمها نيابات ملحة يعني ساعات يحتاجوا تخصصات معينة فيضطروا ان هم ياخدوا النواب بتاعتها قبل ما يكملوا السنتين بتوع التكليف بس الموضوع كل سنة عن سنة بيختلف بس اللي انا اتكلمت عليه ده هو اللي ماشي حتى الان فاحنا يا جماعة لا بنتخصص في سنين البيزيك ولا بنتخصص في سنين الكلانيكال ولا بنتخصص في الامتياز بنتخصص بعد ما ناخد التكليف بتاعنا ان شاء الله اللي هو حوالي بعد سبع سنين تقريبا بيقولي ازاي بقى درقتال التخصص دوت كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن الموضوع دوت وحيرة التخصصات اللي بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جدا زي بس هقولك حاجة مختصرة لغاية لما تتفرجوا على الفيديو بتاع التخصصات ديت وهو ان انت بتلف على كل التخصصات وكل الاقسام ده في سنين الدراسة نفسها في سنين الكلانيكال وبعد كده برضو في الروتيشن بتاع سنة الامتياز بتعدي على تخصصات كتير جدا في سنة الامتياز ديت بالنسبة لي سنة بالنسبة للدفعة الجديدة هتبقى سنتين امتياز ففي الفترة دي كلها انت بتشوف الحاجة اللي انت ميال لها شوية بتشوف اللايفستايل اللي انت حبه بتشوف التعامل بيبقى عامل ازاي في كل الاقسام فمن خلال كل الحاجات دي بتقدر تحدد انت ميال ايه اكتر ميال لبطنة اكتر ولا جراحة اكتر وكل التفاصيل دي بعد كده محمد بيكمل السؤال بيقول انا مش فهم حوار التنسيق وهل الدرجة بتفرق في اختيار التخصص ولا احنا بناخد التخصصات اللي احنا عايزينها وخلاص الموضوع ده مهم جدا جدا اه الدرجة بتفرق والتقدير بتاعك بيفرق في اختيار التخصص بعد الخمس سنين بتوعك في الدراسة او في النظام القديم الست سنين وده برضو بيبقى بعد التكليف ان شاء الله بتوعودوا قاعدة نيابات كده بيشوفوا الاول على الدفعة عايز ياخد تخصص ايه فالموضوع يتشطب لو هو التخصص ده مطلوب مسلا فيه واحد وهو الاول على الدفعة ده اخده خلاص مش حدش تهيني في الجامعة هيقدر ياخد الجامعة نسبيا بيبقى الموضوع دايق شوية بس الناس بتبقى مثلا حابة ان هي تقعد في الجامعة شوية فبتاخد اي تخصصات بقى او المتاح لها في الوقت دوت ان هي تختار اما بالنسبة للصحة فالموضوع بيبقى اوسع شوية وممكن ان انت تاخد تخصصات ما تلحقهاش في الجامعة ليه لان انت الترتيب بتاعك بيبقى او التنسيق برضو بتاعك بيبقى حسب الجمهورية وبيبقى فيه اماكن كتيرة جدا واماكن كتيرة تقدر تدخلها فالتنسيق شوية بيبقى اوسع في الصحة طبعا طبعا التأدير العام بتاعك بتاع التخرج يفرق وتأدير المادة نفسها اللي انت عايز تتخصصها يفرق ما انفعش تتخصص مادة انت جاي فيها درجة مش كويسة مقبول مثلا في تخصصات ما بتقرداش ان هي تدخلها بقى أقل من جيد جدا يعني أقل حاجة بقى جيد جدا فحاول يا جماعة الطلبة اللي بتتفرج على الفيديو ده ان هي تركز جدا جدا على ان هي تحصل أكتر قدر من الدرجات ممكن وبلاش نسأل أسئلة كتيرة في الموضوع ده تاني سؤال من نور بيقول الف مبروك ايه الحاجات اللي نركز عليها في سنين البيزيك او الاكاديمي اللي هنحتاجها بعد كاف الحالة العملية وهل التدريب مفيد ولا ملوش لازم ناخد اول جزء وهو نركز على ايه في سنين البيزيك او السنين الاكاديمية انت المفروض تركز انك تحصل اكبر قدر درجات ممكن في سنين البيزيك سنتين سنتين ونص تلات سنين على حسب الجامعة وبعد كده تدي كل مادة حقها لان اغلب يا جماعة المواد بتاع البيزيك دي ممكن ما تحتاجهاش كتير وممكن بعد كده في الكلينيكال وده مش ممكن لأكيد في الكلينيكال بعد كده بتاخد هنت بسيط في الكتب بتاع الكلينيكال عن الفيسيولوجي مثلا بتاع الغدة الدركية عن الباسولوجي بتاع اللي مش عارف البانكرياس عن فهم؟ فبتاخد هنت صغانتوت كده بعد كده في الكتب الكلينيكال وهو ده اللي بتحتاجه وهو ده اللي بتطبقه فعلا ما بترجعش احنا نفسنا ما بنرجعش نذاكر مثلا المايكرو ما بنرجعش نذاكر الباسولوجي من كتب الباسولوجي تاني كلها على بعضها الموضوع كده لا بناخد حتة صغانتوتها خالص فكون ان انت تركز بقى على انك تجيب اعلى درجات ممكنة في المواد ديت وتهتم بكل المواد دي اهم حاجة انا الصراحة شايفة بس لو هنصح نصيحة فهو ان انت تهتم بالمواد اللي ليها درج 視قét اعلى يعني نفس الفكرة يا مثلا الاناتوميMonIF Lav יהلي مثلا تلت تلاف درجة مش هيكون فرا تساوي بالبارة اللي عليها 100 درجة他 انا و انا برضو ب130 بمش حقيقي الفيسيولوجي اللي عليه الفين ومص درجة مفاحش تساوي بالمايكرو اللي عليه مثلا اا خمسمائة درجة فاهم الفكرة واوهم التفاوت لو هتذاكر الاناتومي يوم تذاكر البارة ساعتين بس انا رايف ونوجة نظر ان انت تحتم بكل المواد عشان اتقدر تحمل درجات في كل المواد دي بس لو قدرك تركز على مواد والمواد الموا وهي الاناتومي مهمة جدا الفيسيولوجي والفارما من اكتر ثلاث مواد هتحتاجهم بعد كده في سنين كلانك. ليه الفكرة اللي انا قلتها اللي بتاعت ان الكتب اللي بتحط هنت كده لان الناس كتير جدا بتبقى خايفة ان هي تنسى بيزيك تقول ان احنا مثلا مذاكرناش بيزيك كويس او ذكرنا ونسينا فهندخل كلانك اللي زي ونذاكر بطنة وجراحة واطفال وكده. فعشان كده بقى قلتلكم فكرة ان هو الكتب بتاعتك لانك اللي بتحط هنت صغير كده عن الباسوجينس عن الباسولوجي عن الفيسيولوجي بتاع الحاجة. فمش عايز الناس تقلق خالص من الموضوع ده. تاني جزء من الشؤال بيقول وهل التدريب على المستشفى هيفدني وانا فيه الكلية. خلينا نتفق على حاجة وهي ان انت شغلتك في اللحظة الفلانية لازم تعملها باكمل شكل ممكن. ما ينفعش ان انت تسيب المذاكرة بتاعتك وتقول ايه? انا همزل باد في الطوارق عشان اذاكر الاناتومي كويس. على الجسس. على العينين. على الموضوع اصلا مش منطقة تماما. من فاشم سواحي في السنوية عامة يقول ايه? انا هروح احضر في الطوارق بتاعت المستشفى عشان لما ادخل كلية الطب اه ابقى جامد جدا فيه. يا عام هو انت دخلت كلية الطب عشان تبدأ تخش الطوارق بتاعتها. لما تدخل كلية الطب فكر في الطوارق. فانت لما دخلت كلية الطب. طلع عندك برضو مهمة تانية. مهمة ان انت تذاكر. مهمة انت طالب. مهمة انت تخلص المعلومات اللي عندك. والعلوم الكلينيكية. العلوم الاكاديمية اللي عندك. فانت وانس خلصت كل دوت وانت راجل بيرفكت وجامد جدا وقطعت كل الكتب اللي عندك. انزل يا عامة. وقضي وقت فراغك في الموضوع ده. بدل ما تقضي وقت فراغك في حاجة تانية ملهاش فايدة. انزل الطوارق. اتعلم الخياطة. اتعلم الحقن. اتعلم كان يولاية تتعلم كل حاجة تقدر تتعلمها عادي في الطوارق. بس كل ده بعد ما تكون انت قديت المهمة بتاعتك على اكمل وجه. والمرحلة اللي انت فيها على اكمل وجه. بسؤال بعد كده من ايس والمهم بيتقول انا في فرقة تانية كلية نظرية حقوق. والترم ده هيتطبق اسئلة مقالية. بيتقول اخر مرة انت حنت وحفظت منهج على المقالي ده كنت في تلت عدادي. بعد كده كله كان بابلشيت. فاعمل ايه دين النصايح. برضو كنت تكلمتها بكده عن اسئلة المنظرية في الفيديو دوت. بس هتكلم برضو عن الموضوع ده العبال ما تشوفه الفيديو. هي الفكرة ان المشكلة دي بجد مشكلة بتقابل ناس كتيرة جدا الفترة ديت لان سنوية عامة كلها بقت اسئلة اختياري. وثالثة سنة وبالذات. فالناس بعد كده بتخش الكلية بتتصدم بقى بان في مسا اسئلة لسه مقالية بقى وهنكتب تاني ومش عارف ايه. فما تحسش ان انت لوحدك في الموضوع دوت. بس حاول ان انت يعني بل ما تشوف الفيديو دوت ان انت تسأل الناس اللي اكبر منك ايه المهم في النظري. تشوف الدكاترة بتركز على ايه. تشوف المحاضرات المهمة. تشوف المواضيع المهمة. المواضيع الجواها نفسها بقى تقسم المواضيع دي العناصر. تقسم الفكرات ديت لأسئلة. تشوف هل ممكن يجي سؤال عن الموضوع دوت. ولو جي سؤال عن الموضوع ده هترتبه ازاي في دماغك. وهترتبه ازاي في ورقة الامتحان. فكل الحاجات دي محتاجة ان انت تعملها خلال فترة الدراسة. مبلاش تقضي فترة الدراسة في ان انت تحفظ المنهج بتاعك. انا كنت بقضي فترة الدراسة ان انا انظم المنهج بتاعي. على ان انا بقى في ليلة الامتحان ابدأ احفظها بقى صم الحمد لله. نظم نفسك. نظم الاسئلة المهمة. نظم العناصر. لو هتلخص حاجة من الكتب. لو هتلخص حاجة من المحاضرات. لو هتزود معلومات من المحاضرة. لو هتعمل مخطط للموضوع الفلاني. فكل الموضوع ده هتتشقل فيه كده في خلال فترة الدراسة. ما تركز ان انت تقعد تحفظ في خلال فترة الدراسة. ولسه على امتحان مسلا شهر او شهرين. كل ده هيتنسي يعني. بالذات ان انت ممكن تتبقى في كلية نظرية او مواد يبين عليها ان هي مواد نظرية. السؤال اللي بعدك امنا ده بتقول اه انا في سنة رابعة نزوم جديد خمسة زيادة وكنت مضيعة. بطنة والجراحة النفس العقلية مكنتش مهتمية. بدأت احسس ان مش صحة ما بدأت الترمي التاني. وايه ولا لأ بصوا. ما يعني طالما احنا لسه مكملين في الكلية فهي ان تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي خال. يعني فانحاول نشد حلنا السنين الاخيرة دي بزات السنة الخمسة وسنة رابعة والفاينالات اللي بتبقى موجودة في اغلب الكلية بيبقى عليها درجات كبيرة جدا. ويا ما ناس بدأت برضو من فترات متأخرة كده وتلعت وعليت وجابت تقديرات كويسة طالما احنا في مكان بلاش ان احنا نضيع الفرصة ونستغل المكان ده في احسن شكل انا في سنة رابعة ترمي تاني ازاك سنة رابعة ترمي تاني كاني يعني هموت على المذاكرة ديت وكاني مذاكرتش خالص قبل كده فعايز اعوض كل اللي فات. واحنا اكيد كنا نتمنى ان احنا نفوق من بدري ولو الناس مسلا صغيرين بيتفرجوا على الفيديو ده فيعرفوا ان الناس ممكن تندم بعد كده على السنين اللي هي بتضيحها فيه. سؤال تاني من جميلة بيقول انا في ثلاثة سنوي وبسوق في المذاكرة مشافة امشي على الهدف الحطة وكل يوم اقول هبدأ ولو بدأت اليوم لبعده ما بكملش. في فيديو كنت عملته كتير قبل كده عن هل لو بدأت دلوقتي اوصل ولا لأ بس كون ان انا افضل اسأل نفس السؤال كل يوم كل يوم اقول انا لو بدأت دلوقتي اوصل افضل ادور على ناس بدأت في شهر اربعة وشهر خمسة وليال الامتحان هل في ناس بدأت دلوقتي يا جماعة وافضل احد على النت انت كيفش تعمل حاجة حتى لو في ناس بدأت في الوقت دوت انت هتفضل تسأل برضو لغات لما متعملش حاجة في الاخر اشتغل ابدأ اعمل اي حاجة في المذاكرة اسمع فيديوهات هاتب كتب حلق قعد على المكتب واعمل كل اللي تقدر عليه بس ما تضيعش وقتك ومجهودك في حاجة لا تنفع باي شيء ما تفضلش تسأل كتير وانت ما بتعملش حاجة ابدأ 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 نصيحة لصاحب السؤال واي حد بفكر في الموضوع دوت او بيجي على باله الموضوع دوت ان هو يبدأ باي حاجة ابدأ باي مادة ابدأ باي فيديو اسمع اي شرح اسمع حلول يعني تشقلب كده تشقلب عشان تبدأ وكل ما تزاكل اكتر كل ما حتى الموضوع هيحفز اكتر ان انت تقعد بعد كده سؤال من اه ام تي ده بيقول هل في تنسيق حدد اللي كنا جاوبنا الموضوع دوت قبل كده ان اه في تنسيق والدرجات بتفرق وهتترتب على حسب الجامعة او حسب الجمهورية فهركز على الموضوع بعد كده سؤال من حمد ردوان بيقول انا في سنة اولى ومن الشرقية في قناة السويس بفكر احاول من سنة تانية لزا ازيق رأي حضرتك ايه رأي حضرتي ان انا اه لو الموضوع ده هيبقى قريب من بيتك وقريب من من اهلك فده موضوع جميل وكننا تكلمنا عن الغربة قبل كده اه ومشاكلها ومميزاتها برضو في فيديو قبل كده اه بس لو انت عايز تحول عشان تهرب من قناة السويس عشان هي صعبة عشان انت مش عارف تذكر فيها ومفكر انت هتروح ازيق هتطلع الاول على الدفعة الموضوع ده انا حاسه وشخصيا حاسه ان هو هروب انت بتهرب من الواقع بتهرب من حاجة قدامك علشان حاجة تانية مفكرها ان هي افضل انا ما بقولش ان الناس في الزقزيق مثلا ما بيعرفوش يجيبه دراجات ودرجات كويسة بس انا شايف ان انت لو هتذاكر هتذاكر هنا او هتذاكر هنا مش هيفرق المكان كتير بس انا شايف ان انت تريح نفسك شوية وتبقى قريب من اهلك شوية ده افضل هو بيسألني عن تجربة الشخصية هل انا نزلت فعلا ولا لأ شخصيا عملت ايه عملت ان انا كل مرحلة عشتها زي ما هي مرحلة طالب في سنين الاكاديمي عشتها كاني طالب في سنين الاكاديمي العملي النظري بحضر فيه بعمل كل حاجة كاني طالب في سنين الاكاديمي الحمد لله يعني بعمل كل حاجة في المكان دوت ما بقى الحمد لله بحاول ان انا ما اصرش في اي حاجة خالص بعد كده دخلت نزلت المستشفى بس لما تبقى حاجة تسك علي في المستشفى تسك علي في وحدة صحية قبل كده برضو في السنين بيزك عادي نزلت المستشفى لما ااخد شي تاية لما ااخد حالات لما لما لما. بس ما كنتش باهم الحاجة اكسترا عن كده. ليه? لان انا كنت عايز ان انا اركز وعايز ان انا ادي كلية اولوياتي وعايز ادي المرحلة اللي انا فيها الاولوية بتاعتي. بعد كده يعني انا هو الحمد لله بقلي شهرين ونصف الامتياز انا بشتغل شغل الامتياز باحسن شكل ممكن بالنسبالي. اه بنزل وبتعامل مع العينين وبدي حقا الخياطات الكانيولات التعامل مع العينين في الطوارئ التعامل في العيادات. فانا بقدي الموضوع ده برضو الحمد لله زي ما انا عايز وزي ما انا بقدر عليه. ما بحاولش ان انا برضو اتخطى واشتغل مثلا شغل نايب. ده برضو تجربتي الشخصية فيه ناس ممكن تعمل الموضوع ده. بس انا شخصيا مش حابب ان انا عمل. انا اتعلم الحاجة اللي انا فيها اتعلم كل حاجة بالنسبالها. انا في الجراحة هبجراح. انا في البطن هببطنجي. انا في الطوارئ. اهبادكتور طوارئ. في الاطفال اهبادكتور اطفال كويس جدا ان شاء الله. وبرضو كنت اتكلمت عن موضوع نزول المستشفى ده مع الدكتورة خديجة في الفيديو اللي هيظهر عندكم دوت فحاولوا تشوفوها هيفات كوكتي.